إقليم شفشاون يشهد إنجاز ما مجموع 63 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي يفوق 122 مليون درهم في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المشاريع تندرج في إطار البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة والهدفة إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة المرحلة الثالثة دي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي جات بوحدة الفلسفة اللي هي جديدة أولاً كتضمنت السمرارية دي المرحلة الأولى والتانية بتدعيم القطاعات الحيوية والبنيات التحتية وكذلك جات في شطر ثاني أنها كتحتم بالرأس المال البشري وكذلك كتحتم بتحسين الدخل الاقتصادي للشابب دقيقة كان مستشفى محمد الخامس يعاني موحد النقص في الموارد البشرية وفي المعدات التبية وفي إطار هذا الدعم دي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نعكست بشكل إيجابي على صحة المرضى وعلى صحة خصوصاً النساء الحوامل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توخت في إطار المرحلتين الأولى والتانية سد الخصاص المسجل في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والبنيات التحتية الطرقية والماء والكهرباء عمدنا بزاف عندي العام الثاني هنا الحمد لله يعني متمكن هذا بالحمد لله من الإعلاميات وكشكرنا ديني سوي على هذه المبادرة دياله فياطة عسرية وتقليدية وكذلك عندنا استغامك ومدة تكوين هي سنتين وبالنسبة لعدد الرائدات فهو كيتراوح من 100 رائدة حتى 125 رائدة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والممتدة بين 2019 و2023 تروم تعزيز المكتسبات المحققة خلال المرحلتين الأولى والتانية وفق الدينامية التي تم إطلقها والتي يأتي تعميم التعليم الأولي على رأس محاورها الأساسية ترجمة نانسي قنقر